السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل مرة يتم الإعلان عن تليفون لشاومي في الفئة المتوسطة لازم يحصل صراع صراع علشان التسعير صراع علشان الإمكانيات وصراع علشان المشاكل النهاردة معدنا مع مراجعة كاملة لتليفون شاومي الجديد ريب مي نوت 9S أولاً أنا بعتذر على التأخير بتاع الفيديو وفي نفس الوقت لأن كل الناس لما كنت بنزل أي فيديو أو أي مراجعة أو أي بوست الناس على طول كانت بتسأل فين مراجعة الريدمي نوت 9S أولاً التليفون وصلني متأخر وأنا دايماً بعلن على المعاد بتاع وصول التليفون ثانياً هي خمسة أيام أو ستة أيام تقريباً علشان أقدر إن أنا أحكم على كل حاجة في التليفون وأقدر أرجع لكم مراجعة كاملة عن استخدامي للتليفون في الفترة الأوليلة دي فأنتوا بتستعجلوني في أول يوم استلمت فيه التليفون وأكيد الأمر محتاج شوية وقت علشان نقدر إن إحنا نتكلم على كل تفاصيله التليفون معايا اللون بتاعه أزرق لكن الحقيقة أول ما مسكت التليفون أنا افتكرت إن اللون بتاعه أخضر معرفش ليه هو مكتوب على العلبة أزرق ولكن بيدي الشكل الأقدر لما تشوفه من بعيد التصميم بتاعه بسيط من الزجاج من الظهر ومحمي بطبقة حماية جوريلا جلاس فايف الحاجة المميزة اللي شاومي ميزت نفسها عن غيرها من التليفونات هو الشكل المستطيل أو المربع بتاع الكاميرات اللي أربع كاميرات نفسها في مربع والفلاش تحتيهم بيكمل المستطيل الأسود يعجبك أو ما يعجبكش دي نقطة تانية خالص يعني في ناس ممكن إن هي يعجبها الشكل ده بتاع الكاميرات في ناس قالت ليه ما يتشالش الجزء الأسود اللي تحت ده ويبقى هو الأربع كاميرات فقط أو المربع ده بس وفي ناس قالت إن شكل الكاميرات ده مميز أو لما بدأت إن أنا استخدم التليفون لاحظت إن التليفون ساميك شوية وفي نفس الوقت وزنه تقيل شوية لكن ده يرجع لإن فيه بطارية عملاقة وحنتكلم عنها بعدين بس فيه ملحظتين في التصميم ودول دايماً شاومي بتتفوق فيهم أولاً إنها ما بتشلش مدخل السماعة إلا نادراً قوي من تليفون من تليفوناتها النقطة التانية إنها الشركة الوحيدة للحد دلوقت محافظة على الإنفرا ريد ريموت حقيقي الاختراع ده عظيم وشركات كانت بتستخدمه شاليتو ولا زالت شاومي في تليفوناتها مهماً كان سعرها موجود في الإنفرا ريد ريموت شاشة التليفون IPS LCD 66 من مية بوصة بدقة 2400 في 1080 بيكسل وكسافة 395 بيكسل مع طبقة حماية جوريلا جلاس 5 ودرجة سطوع 450 نيتس الشاشة في مشاهدة المحتوى على اليوتيوب كويسة ما فيهاش أي مشاكل حتشوف الفيديو على يوتيوب بشكل كويس وحتعمل زوم توفيت بشكل مناسب وحتلاقي الفيديو معاك ما للشاشة ولكن ليه 3 ملحوظات على الشاشة رقم واحد إن حوالين الكاميرا تحس كأن فيه ضل بتاع الكاميرا نازل على الشاشة وخصوصاً لو كان المحتوى اللي وراها لونه أبيض يعني لو أنت بتتصفح أي شيء على الشاشة ولونها أبيض هتحس كأن فيه ضل نازل من الكاميرا كأن فيه ضل على الشاشة رقم اتنين لو أنا فتحت الجالري وفتحت أي صورة أو فيديو وحبيت إن أنا أعمل زوم إن علشان أستفاد بحجم الشاشة الكبير شاومي هنا حس إن التليفون ده لازال بنوتش يعني إيه؟ يعني بمجرد ما بعمل زوم إن لصورة أو لفيديو حلا إنها تقطعت من ناحية الكاميرا لا وقف أنت حدودك عند هنا ما تعديش الجزء ده حتشوف الشاشة كأن فوق فيه نوتش وده أمر غريب أنت مديني شاشة كاملة بكاميرا محفورة جواها فالمفترض إن أنا بتفرج على صورة أو بتفرج على فيديو أستمتع بالشاشة كاملة لكن ليه تقف لحد الكاميرا وحس كأن فيه نوتش رقم ثلاثة ويمكن دي ما لهاش علاقة بالشاشة ليها علاقة باللايت سينزور إن لو أنا عامله على الوضع التلقائي فهو بيقلل الضوء قوي يعني لما باجأ استخدم التليفون سواء بشوف محتوى أو باستخدمه استخدام عادي ومستشعر الإضاءة على الوضع التلقائي بلاقي الضوء قليل بضطر إن أنا أوقف الوضع التلقائي وعلنا الإضاءة علشان تتناسب مع الضلمة أو المكان اللي أنا فيه أما بالنسبة للسماعة فالسماعة الخارجية صوتها كويس صوتها عالي ونقي وموجودة تحت ناحية اليمين في المكان الطبيعي بتاع السماعة الخارجية سماعة المكالمات مكانها فوق في جسم التليفون في مكان غريب شوية وبعيد عن المكان المعتاد فده حيخليك دايما لما تيجي تعمل مكالمة إنك تحتاج تنزل التليفون شوية علشان تقدر إنك تسمع الطرف الآخر بوضوح أكتر السماعة صوتها عالي وجودتها كويسة جدا وبتسمع الطرف الثاني بوضوح قوي ولكن نظرا لإن بس مكانها غريب شوية فأنت محتاج تغير وضعية التليفون على ودانك بالنسبة للشبكات وإن اللي الناس قاعدت تأكد على إياه كتير أبو عمر الشبكات أخبارها إيه أو ركز على موضوع الشبكات الحقيقة أنا بستخدم شبكة فودافون والشبكة أورنج واللي اتنين في استخدامي مع الموبايل كان جودتهم كويسة جدا مواجهتش مشاكل لو أنا بتصل بحد أو لو حد بيتصل بيا يعني مفيش مرة حد اتصل بيا وكان تليفوني خارج الخدمة ومفيش مرة أجا اتصل بحد ولاقي المكالمة قطعت جودة الشبكات بتختلف من مكان لمكان ومن المسافة ما بينك وما بين الشبكة ومن الترضضب بتاعتها ومن الوقت اللي ممكن يحصل فيه مشكلة هل عدد الناس على الشبكة أكتر من الطبيعي أو أكتر من درجة تحمل الشبكة أمور كتير تخلي موضوع الشبكات ده صعب شوي ولكن في خلال الست أيام اللي فاته وبتجربتي مع التليفون الحمد لله مفيش أي مشكلة وجهتني مع الشبكات في التليفون ده بالنسبة للنقطة بس السلبية اللي موجودة في التليفون ده إن زي ما احنا عارفين خلاص إن اتشال البرنامج بتاع الاتصال بتاع شاومي واللي موجود دلوقتي بقى برنامج بتاع جوجل ودي يعني أمر أنا نفسي مش مستسيخه وأهم شيء طبعا تشال إن ببقاش فيه إمكانية لتسجيل المكالمات أما بالنسبة لمستشعر البصمة فزي ما قلنا هو موجود في الجنب وده أفضل مكان دلوقتي أصبح موجود لعلاج مشاكل البصمة اللي موجودة تحت الشاشة اللي أحيانا في بعض التليفونات بتكون بطيقة وفي نفس الوقت علشان ما يشويش التصميم بتاع ظهر التليفون فالبصمة اللي موجودة على اليمين دي بتكون سريعة جدا ودقيقة جدا هنا في التليفون ده مستشعر البصمة سريع سريع جدا ولكن في حاجة في الانيميشن بتاع السوفتوير نفسه بتاع الموبايل هو اللي مخلي الحركة تحس إنها بطيقة يعني البصمة بتفتح بسرعة ولكن على بالا ما الايكونز بتاعة الهوم سكرين تبان أو تظهر تحس إن فيه انيميشن بطيق قوي فدي ملحوظة بسيطة وصغيرة بس ملاش علاقة بإن المستشعر نفسه سريع ويمكن دا ينقلنا للنقطة التانية لإن بالرغم إن التليفون دا فيه عتات قوي جدا على تليفون في الفئة المتوسطة وهو معالج سناب دراجون 720 جي وده مخصص للعب من شركة كوالكوم فالحقيقة المفترض إن الأداء بتاعه يكون قوي جدا في الاستخدام العادي ولكن أنا حاسس بشوية تقل من السوفتوير نفسه من الوجهة بتاعة شاومي تحس إن فيه تقل شوية فيه التنقل ما بين البرامج وما بين فتح برنامج والانتقال لبرنامج تاني وخصوصا بتظهر قوي في برنامج الكاميرا لما أجي أفتح برنامج الكاميرا وأجي أصور أو أنتقل من الكاميرا الأمامية للكاميرا الخلفية أو حتى لما أصور صورة وبعد كده أفتح الصورة علشان أبص عليها فيه سنة بطئ مش مفهومة فالسوفتوير محتاج إن هو يوصلوا تحديثي يزبط الدنيا شوية علشان يبقى السوفتوير متوافق أكتر من كده مع الهاردوير التليفون حينزل مصر بنسختين نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا بايت رام ونسخة 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام أما بقى بالنسبة للكاميرات فهنا قلنا في الظهر فيه أربع كاميرات الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 وبتصور فيديو لحد دقة 4K الكاميرا الألترا وايد 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 والكاميرا الماكرو 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وكاميرا الرابعة لقياس العمق 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 أما بالنسبة للكاميرا السيلفي فهي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة ديقة F2.5 خليني الأول أكلمكم على الصور بالكاميرا السيلفي الحقيقة الكاميرا السيلفي لما جربتها في أكتر من مكان كده حسيت إن الصور بتاعتها نعمة شوي يعني ما كانتش هي أحسن حاجة ويمكن دي شاومي محتاجة دايما إنها تزبط ومش عارف ليه تليفون بيقع منهم وتليفون بيبقى كويس يعني إما إنه ألاقي تليفون بيصور سيلفي كويس جدا والمرة اللي بعدها تلاقي التليفون بيصور صور تحس إنها عادية ما ينفعش إنها تتناسب مع التطور اللي بدأت شاومي إنها تعمله أو اللي عملته في التليفون اللي قابليه يمكن أنتوا شايفين الصور قدامكم وحنتظر رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالكاميرا الخلفية كويسة 48 ميجا بيكسل أداء بتاعها كويس الصبح ومعقول بالليل ولكن ما عجبنيش فيها وضعية النايت مود الحقيقة النايت مود كان ممكن إنه هو يطلع صور أفضل من كده بكتير هي تقريبا بتصور صور عادية جدا مفيش فيها أي روح لإن دي صور معمولة بالنايت مود فما عجبنيش فيها وضعية النايت مود أما الصور اللي عجبتني فيها هي الصور الماكرو أخدت كام صورة كده بالصور الماكرو وكان الأداء بتاع الكاميرا الماكرو كويس جدا المهم نسيبنا من كل دوت ونروح لأهم نقطة بيتميز بيها التليفون ده ألا وهي البطارية التليفون هنا في بطارية 5020 ميلي أمبير بطارية عملاقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والحقيقة تعتبر أفضل أداء لبطارية استخدمتها في الفترة الأخيرة في الفئة المتوسطة البطارية تقريبا قعدت معايا 3 أيام وشوية على استخدام متوسط يعني أنا من ساعة ما استلمت التليفون من 6 أيام شحنته مرة واحدة استخدمته بالبطارية اللي كانت فيه تقريبا يوم ونص وبعد كده شحنته شحنة كاملة وقعدت أستخدمه لحد وقت تصوير الفيديو ده اضطريت إن أنا أشحنه تاني علشان يقدر إن هو يكمل وقدر أصور به شوية لقطات مختلفة أخيرا سعر التليفون ورأي فيه أولا سعر التليفون النسخة الـ 64 جيجا 4 تلاتات أو 3333 جنيه وسعر النسخة الـ 128 جيجا 3777 جنيه رأي في التليفون هنا أنا لي رأيين الرأي الأولاني لو أنت بصيت لسعر التليفون مع الإمكانيات الجبارة بتاعته مع البطارية القوية ووجود الإنفراريت سنسور وفي نفس الوقت الشاشة الكبيرة اللي محتواها كويس مع اليوتيوب وأداءها واستخدامها كويس مع البرامج العادية مع طبعا المعالج الـ 720 جيه فهنا أنت بتاخد صفقة ربحة مقابل الفلوس دي ولكن في ملحوظات لازم تاخد بالك منها قبل ما تاخد قرار الشراء أولا السوفتوير اللي محتاجة تزبط شويتين ثلاثة رقم اثنين الملحوظات اللي أنا قلتها على الشاشة والملحوظات اللي أنا قلتها على الكاميرا وبرنامج الاتصال بتاع جوجل إذا كنت تقدر تتماشى معاه أو لا لو أنا مكانك وفكرت حقول السعر ممكن يخليني أتنازل شوية عن مجموعة من الحاجات وخصوصا أن شاومي بتحدس التليفونات بتاعتها بسرعة فممكن أي ملحوظة تقالت على السوفتوير بتاع شاومي سهل أن هي تتزبط في التحديث القادم وفي نفس الوقت أنت بتاخد باكتش كاملة محترمة مقابل قيمة كويسة أو سعر كويس على العموم الرأي أولا وأخيرا بيعود دايما للمستخدم أنصحكم أن أنتوا تسمعوا مراجعات كتير تفكروا كتير قبل ما تاخدوا قرار الشراء والأمر في الأول وفي الآخر لكم دي كانت مراجعتي لتليفون شاومي ريدمي نوت 9S أتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم بشكركم وأشوفكم في فيديوهات تانية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر